طالب وزير الخارجية سامح شكري بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر وزيادتها حتى تتناسب مع تنوع العلاقات الثنائية وخلال لقائه زعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألمانية البوندستاج فالكر كاودر في برلين استعرض شكري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن جانبه أكد كاودر أن استقرار مصر يؤدي إلى استقرار الشرق الأوسط ويحقق مصلحة مباشرة لألمانيا